رئيس الوزراء المصري دكتور مصطفى مدبولي تلقى في نفس السياق تقرير بشأن التعامل مع اشتباه إصابة أجنبيين بفيروس كورونا التقرير أثار أنه تم الاشتباه في حالتين الأولى لأجنبي مستشفى حميات العباسية والتانية لسيدة أجنبية في حميات الأخصر تم عمل فحص معملي وكانت النتيجة سلبية يعني تلعوا الاتنين كويسين لكن في حالة أعلنت عنها وزارة البترول وده الحقيقة بيكمل السياق اللي كلمنا عنه مبارح أنه رئيس الوزراء قال ووزير الصحة قالت أنه أي حالة هيعلن عنها فورا وزارة البترول أعلنت أن وزارة الصحة والسكان فرضت الحجر الطبي الكامل 14 يوم بحقول شركة خلدة للبترول وكذلك المقر الرئيسي بعد اكتشاف مهندس كندي يحمل فيروس كورونا المستجد وأوضحت أنه خلال الإجراءات الاحترازية تم اكتشاف الحالة الإيجابية للفيروس والتصرف معها حسب توجيهات الوزارة وأشرت في بيان صادر عنها أنه فور اكتشاف الحالة اللي بتخص خبير أجنبي بحقول خلدة للبترول تم التصرف معها حسب توجيهات وزارة الصحة وبحسب البيان بدأت إدارة الحجر الطبي في فحص كل المخالطين للمهندس الكندي وبدأت في تعقيم مقر الشركة المهندس الكندي جيه مصر يوم 19 فبراير ترانزيت ألمانيا كان في ألمانيا وتم الاشتباه في حالته من عدة أيام مع آخرين وثبت أمس إيجابية حالته بمفرده وسلبية العينة لباقي زملائه